مدينة تعز القديمة تنفس الصعداء المواجهات الحاسمة لأجهزة فرض القانون مع مسلح الكتائب الإرهابية التابعة لأبي العباس في أحياء المدينة القديمة نجحت أخيراً في تحقيق أهدافها وساطة رقب بشأن مآلات انسحاب لا يخضع لضوابط الالتزام بالقانون في مناطق التجمع الجديدة لهذه العناصر فبعد أيام من الحملات الأمنية المتقطعة تمكنت الأجهزة الأمنية من حمل العناصر المتطرفة على القبول بمساعي لجنة الوساطة برئاسة وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل والتي ضمت مستشار قائد محور تعز العميد عبد الفرحان وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدن الجزيق وانتهت الاتفاق بتسليم العناصر المطلوبة وإخلاء الأحياء السكنية في المدينة القديمة من المسلحين وخروجهم إلى منطقة الكدحة غرب المحافظة بحراسة أمنية من اللواء الخامس حرس رئاسي والقوات الخاصة الاتفاق الذي رعاه محافظ تعز قضى بأن تتولى شرطة تعز ترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة القديمة وتفعيل دور أقسام الشرطة أسوة ببقية المناطق الأخرى في المحافظة على نحو يطوي صفحة سوداء من الاعتداءات والاغتيالات وأعمال القنص التي قامت بها العناصر المسلح المنضوية تحت مظلة كتائب أبو العباس رئيس الجمهورية وقبل ساعات من انتهاء المواجهات أجر اتصالا مع محافظ تعز كان اللافت فيه تشديده على بدل كل الجهد بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وتعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها المختلفة لما فيه مصلحة استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها قائد كتائب أبو العباس العقيد عادل عبد الفارع لم يقر بعد بهذا الاتفاق معتبرا خروج جماعته المسلحة من المدينة القديمة تهجيرا فرضا بقوة السلاح وبأنه تهجير إذلال وطغيان وغلب على حد ما جاء في بيان نشر على صفحة الكتائب الإرهابية في الفيسبوك وكان أبو العباس قد طالب في مذكرة مواجهة إلى التحالف التدخل لإنهاء الحملة الأمنية مرددا المفرادات ذاتها التي يسوقها الخطاب المعادل لدولة القانون في تعز بوصفه قوات الأمن بالمحافظة بأنها حشد شعبي هذه العبارات وهذه الصرخات فضحت بنظر المراقبين زيفا للدعاءات التي ساقها الخطاب الإعلامي والسياسي للأحزاب والتنظيمات المؤيدة لدولة أبي العباس كما عكست التركيبة الأمنية والاستخبارية واللثيفة المتناقضة من العناصر الإجرامية التي هددت السكينة العامة لسكان مدينة تعز طيلة السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر